اشتركوا في القناة اشكركم زملاء والزميلة على الحضور والتغطية التي تنم عن الاهتمام بممارسة عملكم وأيضا بمؤذرات زملاء لكم ظلموا وعتقلوا تعسفا نتمنى بقدر أن الجسم الحقوقي في المغرب يعبر عن رفضه لهذا الظلم ويناضل من أجل وضع حد له أن يتقوى الجسم الصحفي وأنه واحدة صفوفه في أفق وضع حد للاستهدافات التي تطال الجسم الصحفي وفي أفق أن تصبح الصحفي فعلا سلطة رابعة حقيقية وليس أقلام تشتغل لهذه الجهة ضد نفسها وضد أعضاء فيها عموما نتمنى أن يكون هذا الإفراج لنا هو فاتحة عهد لمغربين يساء الجميع بداية بالإفراج عن باقي المؤتقل السياسيين ومؤتقل الحركة الاجتماعية ومؤتقل الرأي وأيضا بوضع القوانين ووضع كل ما من شأنه أن يضع حدا لما تعرضنا له من ظلم ومن اعتقل التعسف شكرا هذا الريف وباقي معتقل الحركة الاجتماعية نتمنى أن هذه المبادرة توسع وتخلق واحد الجو جديد بلدنا تحتاجه على كل حالة أمامها استحقاقات مهمة في المستقبل وأمامها موقع جوستراتيجي هام أن تحتلها فلابد أن تصفية هذه القضايا كلها في الداخل لتشوش على صورة المغرب الخارج شكرا لكم جميع هذا هو أصعب سؤال ما عندي شي جواب علي ما عندي شي جعلنا على الزحظة هذه اليوم؟ نعم، 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 لا تعتقد أن تتقل التوبية تخرج وتجربها لحظة جميلة وسعيدة لي والأسرة وكل متعاطفين معا هذا الصحافة بخير؟ لا، ليست بخير، اطلع هذه الأكبر الضحية الرقم واحد في المغرب اليوم هي صحافة المهنية والمستقلة هي أكبر ضحية في هذه الحكاكية كلها لم نتوقع هذا، نحن قلبنا كل هذه الصفحة بملاها وما عليها ها لحظة فراح و عرس ثاني بعد العرس الأول وتنشكر كل اللي تضمنوا معنا ونتمنى نفتحوا صفحة جديدة جميعا أستاذ زيان الحمد لله مزيان فتستعى ناشط لأن فراح نسمع بذل الفراج وإطلاق الصراحة للناس اليوم بعدان كنا عايشين في واحد الحوز جينا اليوم نفرحوا شوية وقال فرحة ما كان مناش ولكن كنا فرحة الحمد لله على سلامتهم نتمنى وأن هذه النقطة البداية ما تكونش النهاية وأن يستمر المسلسل وانطوح واحد صفحة للأيين ما كانش كتشرف شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة